بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين المسمى في السماء أحمد وفي الأرض أبل قاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم السقيفة إلى قيام يوم الدين أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي وإياكم وحلقة جديدة من برنامج توضيح المسائل رحبوا معي بضيفي الكريم سماحة سيد مناف الجزائري حياكم الله سيدنا الله يحييكم ويعفظكم أستاذ حسين الأميري وحيي جميع المشاهدين الكرام والكادر المحترام لهذه القناة المباركة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لخدمة مذهبي محمد وآله الطاهرين اللهم صلى على محمد نوازم أحسنتم سيدنا بارك الله بكم أنوه على الأرقام اللي موجودة على الشاشة إن شاء الله بإمكانكم إرسال أسئلتكم الشرعية إن شاء الله من خلال هذا البرنامج المبارك وإن شاء الله رح نجيب عليها رح تكون عندنا انقطاع إن شاء الله في شهر رمضان المبارك هذه أخير حلقة قبل شهر رمضان وإن شاء الله رح نرجع ونكون في خدمتكم بعد شهر رمضان المبارك حياكم الله سيدنا مرة أخرى الله يحيي الله يحفظكم إن شاء الله سؤال من الأخت محسين من محافظة البصرة تقول باللهجة الشعبية حقيقة دازة رسالتها تقول أنا شنت أخمس مال بيع وشراء ظاهران عدها بيع وشراء وصار الخمس مالهن عشر ملايين عشر ملايين عراقي وخلصتهم العشر ملايين وصار لسنة توقفت عسا متوقفة عن عطاء الخمس أو متوقفة عن العمل تقول شنو أعيدهم من جديد لو شنو بالضبط يعني ما مضح الأخت السؤال تفضل سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أنصاري وأعواني الإمام المهدي عجل الله تعالى السلام عليكم السلام عليكم أما بالنسبة إلى سؤال أختنا المحترمة جزاه الله خير الجزاء بالنسبة إلى الخمس الخمس كما بينا سابقا بأنها فريضة من الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده كالصيام طبعا يعني أنا ليش قلت كالصيام لماذا لم أقول كالصلاة مثلا طبعا هو الخمس في حينه يجب إذا اغتنم الإنسان المؤمن المكلف غنيمة يجب إخراج خمسها جميل ولكن تسهيلا للعباد تسهيلا للعباد صارت قضية الخمس مدار الحول جميل رأي السنة خمسية مثل الصيام يعني شلون بالسنة مرة انصوم شهر رمضان كذلك الخمس تسهيلا للعباد أنه الإنسان المؤمن المكلف يتصرف بأمواله طيلة السنة جميل يشتري ويبيع ويأكل ويلبس وإلى آخره من مستلزمات الحياة نعم ولكن إذا صار سنة وخصوصا إذا كان معين رأي السنة خمسية الرأس السنة الخمسية إما أن تكون قهرية وإما أن تكون اختيارية نعم السنة رأس السنة الخمسية القهرية هو أول حقوق أول راتب أول معاشر يسميه يسميه بأي عبارة أول راتب أو أول أجرة يستلمها يستلمها هذا المكلف بذاك اليوم أول ما بلغ وبدأ بالعمل نعم أول راتب أول أجرة يستلمها ذاك اليوم يصير عنده رأي السنة خمسية البعض يتذكر ذاك اليوم والبعض لا ما يتذكر هذا اللي يتذكر يخلي ذاك اليوم مثلا اليوم الثالث من شهر شعبان أنا اشتغلت وانطوني أجرة جميل أنطوني راتب ذاك اليوم يصير عنده رأس السنة الخمسية القهري أما اللي ما يتذكر ماذا يصنع يذهب إلى حاكم الشرع إلى المرجع إلى الفقيه اللي يرجع له بمسائله أو إلى وكيله يحاسبه ذاك اليوم اللي حاسبه يصير عنده رأس السنة خمسية اختياري اختار ذاك اليوم وراح وتحاسبه حاكم الشرع أو وكيل حاكم الشرع فعين له ما هو واجب عليه من الخمس ذاك اليوم يصير عنده شنو؟ فيثبت عنده حسن بورقة وقلم حتى لا ينساه جميل 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 فأختنا بأنه بقضية البيع والشراء يقول بأنه كان خمسي عشر ملايين يعني كان عندها خمسين مليون هذه الخمسين مليون الخمس مالتها عشر ملايين سواء أنه سددتها بآن واحد أخرجت خمس هاي الخمس ملايين في يوم واحد أو لا بالتقصيد نعم ما عندها إمكاني أنه مرة واحدة تدفع العشر ملايين فصار بالتقصيد إذا انتهى أخراج ما يهمنا إحنا بأنه بنفس السنة خلصت هاي الأقصاد بنفس اليوم أم لا تعدت السنة الخمسية مالتها إجا السنة الخمسية الجديدة جميل ما زاد على الخمسين مليون ما زاد يجب إخراج خمسه ما زاد مثلا زاد مليون على الخمسين بس هذا المليون تخمسه جميل صار ما وصل إلى الخمسين يعني باعت واشترعت وكذا وتغيرت ما زاد على الخمسين شيء لم يجب عليها شيء من الخمس أحسنتم فمواجب عليها فقط ما زاد على ما خمسته بالسنة الماضية لأن الرواية تقول المخمس لا يخمس مدام خمست هذا الخمسين بعد ما عليها الخمس مهما أن يمر عليها من السنين جميل ما زاد فقط على المبلغ الذي خمسته هو الذي يجب عليها الخمس أحسنتم سيدنا بارك الله فيكم طيب الله أنفاسكم أيضا سؤال من الأخ منتظر أبو مصطفى من محافظة بغداد في نفس الصدد سيدنا السؤال يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام أنا الدخل مع العائلة يومي يعني عمل بقيت يومي أسأل صاحب تكسي أو غيره يقول هل يجب أن أخمس وأزكي هذا شق الأول من السؤال وإذا كان واجب كيف أخمس وأزكي نعم أنا طبعا يستحب في أموال التجارة الزكاة وليست واجبة عندنا عند الشيعة عند مذهب محمد وآل محمد صلوات الله وسلام وعليه وعليه يستحب إخراج الزكاة في أموال التجارة مواجب الواجب وين الواجب في النقدين الذهب والفضة إذا صارت عملة يتعاملون بيها اللي في زماننا هذا منتفي القضية نعم والأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم وكل واحد إلهة نصابها طبعا جميل والغلات الأربعة يعني الحنطة والشعير والتامر والزبيب أيضا هذه إلهة نصابها إذا وصلت إلى 847 كيلو هذا النصاب مال الزكاة حسنتم وإذا كان سقاية هذه الغلات الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا كان السقاية مالتها عن طريق المطر فيجب إخراج الزكاة 10% 10% أما إذا كان لا عن طريق السقاية بالماكنة يعني بالسقاية اليدوية أو غيرها استعانة بالأدوات للسقاية هنا يصير نصف 5% الزكاة مالتها هذه الغلات الأربعة حسنتم 5% يعني إذا كان بالمطر زكاة هذه الغلات الأربعة لنفرض مليون الزكاة مليون أريد أن نقول صار إذا كان عن طريق الماكنة والسقاية اليدوية يصير إجقيد نصف المليون 500 الزكاة مالتها مزيلا إذن هذا الشخص المحترم العزيز الذي يسئل هذا السؤال بأنه هو الدخل مالتها يومي أسف فرضان مثلا يشتغل بالبناء يشتغل تاكسي ما شاكل يعني شغل يومي نفس السؤال السابق الإجابة مالتها إذا كان عنده زائد على مؤونة السنة لازم أنه نحدد رأس السنة خمسية أخواني الأعزاء أخواتي المحترمات رأس السنة الخمسية واجب على كل مكلف وهذا سبب البركة والرحمة ونزول الخير وكثرة الرزق الإنسان يعين له رأس السنة خمسية يعني يوم معين يقول هذا رأس السنة الخمسية مالتها بحيث كيف سيعرف حساباته عن طريق ذلك اليوم ما زاد على مؤونة السنة يجب الخمس فيه أما إذا لم يزد ما زاد عنده شيء من هذا من هذه النفقة التي يستعملها هو في طيلة أيام السنة فلا يجب عليه الخمس يعني إذا كان شغلة يومي أريد نقول وباتر يصير رأس السنة الخمسية مالته هو اليوم استلم هذا الراتب استلم هذه الأجرة وصرفها صار باتر ما يجب عليه رأس أما إذا لا بقى من عدها باقية ما بقى من مؤونة السنة الخمسية مالته يجب فيه الخمس فإذا كان يوم بيوم هو يا كل رزق فحسب الظاهر أنه لا يجب عليه الخمس وخصوصا في القضايا الضرورية أحسنتم سيدنا طيب الله أنفاسك مبارك الله في أيضا سؤال من الأخت أم علي من ديالة طبعا هو سؤال سيدنا شقين أيضا السؤال تقول أنا قبل شهر رمضان الماضي جتني العادة الشهرية بقت عشر أيام طبعا قبل رمضان بعشرة أيام بالضبط خمسة أيام قبل رمضان وخمسة أيام في رمضان أول خمسة أيام من رمضان فتقول أنا فطرت بس ثلاثة أيام يعني من المجمل للعشر أيام فطرة ثلاثة أيام تقول يوم بقيت صائمة وأسبح وأصلي لكنها كانت قليلة جدا ولأن كانت قليلة جدا أنا يعني صمت والشق الثاني سيدنا أيضا تقول أنا حامل وفي الشهر الرابع ولا أستطيع الصيام ما أحكم ذلك سيدنا نجاوب على السؤال إن شاء الله ولكن بعد الفاصل مرغصتكم الله يحفظكم إن شاء الله حباي المشاهدين فاصل قصير ونواصل بإذن الله تعالى أهلا أهلا مرحبا بكم أحباهي المشاهدين ومشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائي ومتواصلين معكم وبرنامج توضيح المسائل وأسئلتكم المباركة اللي ترسلونها إن شاء الله فقط واتساب على الأرقام الظاهرة على الشاشة حياكم الله سيدنا مرة أخرى قبل الفاصل سؤال الأخت ومحلي من ديالة تقول أنا قبل رمضان الماضي إجتني العادة الشهرية بقت حشرة أيام خمسة أيام وإجا رمضان فأنا فطرت بس ثلاثة أيام ويومين بقيت صائمة وأسبح وأصلي لأنها كانت قليلة مثل ما هي تذكر وأيضا سؤالها الثاني الشقة الثانية من السؤال الآن هي حامل في الشهر الرابع ولا أستطيع الصيام فما حكم ذلك نعم بالنسبة إلى العادة الشهرية النسائية كما هو الثابت والمتفق عليه الجميع الفقهاء أن الحيض أقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة نعم هذه الثلاثة أيام يجب أن تكون متوالية نعم ثلاثة أيام متوالية هذا يعتبر حيض عادة شهرية إلى عشرة أيام إذا استمر هذا ظهور هذا الدم دم الحيض عشرة أيام كله يعتبر عادة شهرية نعم ما زاد على العشرة أيام 11 12 13 هذا مو حيض هذا استحاضة نعم فالأخت المحترمة لم تعمل بوظيفتها نعم بهذا الطريق أنه إذا كان عشرة أيام استمر الدم إذن كل العشرة أيام تعتبر حيض نعم أما إذا تعدى العشرة أيام نعم أنها تقتسل غسل الاستحاضة وتصوم وتصلي وتؤدي وظيفتها نعم الشرعية من الفرائض أما كل العشرة أيام الخمسة التي صارت في شهر رمضان هذه كلها لازم تترك الصيام وتترك الصلاة فتقضي خمسة أيام من الصيام و أما بالنسبة إلى الشق الثاني من السؤال أيضا بأن المرأة التي يسقط عنها وجوب الصيام الحامل المقرب بالشهر التاسع أحسنتم يعني ولادتها قريبة نعم ليش لأن تحتاج إلى قوة أن تقوي نفسها طفل كبير يعني الجنين كبير معني ماكو فرق نعم لأنه كبير أو صغير لأنه المرأة عند وضع الحامل عند الولادة تحتاج إلى قوة جسدية تقصد مكتمل نعم أحسنتم فإذا تصوم ويأثر على ولادتها هنا ما يجوز لها أن تصوم جميل أما بالأشهر الأولى الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس إلى آخره ما يجوز لها أن تترك الصيام نعم أختنا تقول بشهر الرابع نعم فما يجوز لها أن تترك الصيام إلا إذا كان فيها علة أخرى غير الحمل مثلاً عندها مرض معين ضعف معين غير الحمل هذا أمر آخر تعتبر مريضة ومن باب أنها حامل يجوز لها أن تترك الصيام لا من باب أنها مريضة بمرض آخر إذا صار عدى مضاعفات سيدنا مثلاً ضعفة يعني تعبت أنه تأثير الحمل تعرف بعض النساء يعني تتعب بالأشهر الأولى خصوصاً هو أن تتعب من الحمل نعم نفس الحالة بأنه إذا اعتبرناه من باب مرض حلة ثانية بأنها سوف تتمرض احتمال بأنها سيصيبها مرض أو ضعف شديد أو كذا بحيث يخرج عن قضية أنها كونها حامل فقط نعم لا يسبب مرض آخر يسبب ضعف آخر لجسمها هذا أمر ثاني أمر ثانوي حسنتم من هذا الباب يجوز لها أن تترك الصيام جميل أما فقط مجرد حمل وأنها حامل بالأشهر الأولى لا لا يجوز لا يجوز لا يجوز لها أن تترك الصيام أحسنتم سيدنا بارك الله فيكم طيب الله أنفاسكم أيضاً سؤال من إحدى الأخوات تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيد أنا عندي ربو يصير آخذ بخاخ تنفس يدوي أو كهربائي وأنا صائمة أو لا نعم طبعاً هذا البخاخ أكون نوعيتين حسب ما سألنا أهل الخبرة أكون نوعية بس مجرد أكسجين نعم وأكون نوعية ثانية لا بها مادة سائلة نعم إذا كان مجرد أكسجين ويدخل إلى مجرى الرئة مجرد تنفس هذا ما يأثر بالصيام يجوز أن تستعمله جميل أما إذا كان لا فيه مادة سائلة ويدخل من مجرى المعدة جميل مجرى المعدة هذا يأثر بالصيام يعني تبلعها أحسنتم فما دام بي مادة سائلة حتى ولو كانت قطرة واحدة جميل ما يجوز أنه تبتلع الأوضل يأخذون أبو الأكسجين يعني نعم إذا ما يضر طبعاً نعم إذا نفس الشيء فالأوضل الأكسجين للصال نعم أحسنتم سيدنا طيب الله أنفاسكم أيضاً هناك سؤال من إحدى الأخوات المؤمنات تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا حلفت أنه ما أبيع شغلة أدفت حاجة حالفة أنه ما راح تبيعها هي طبعاً كانت عدها وهس إذا الآن هي عدها وتريد تبيعها فما هو حكم ذلك هل أنه تقدر تبيعها أو ما تقدر أحسنتم هذا أخير سؤال سيدنا الله يسلم طبعاً بالنسبة إلى القسم القسم على أنواع نعم بس أنا راح أختصر الموضوع أنه القسمين الأساسيين أكو عندنا قسم له تأثير شرعي ويترتب عليه كفارة وأحكام أخرى وأكو عندنا قسم لا يترتب عليه أثر من الآثار وحكم من الأحكام الشرعية مثل كفارة الأثر عفواً القسم الثاني اللي ما يترتب عليه كفارة الحلف بأي شيء نعم مثلاً بالقرآن بأحد المعصومين بأي شيء آخر سوى الله سبحانه وتعالى هذا ما يترتب عليه أي أثر شرعي نعم ما يترتب عليه كفارة أما القسم الأول بثلاثة ألفاظ إذا وقع القسم بثلاثة ألفاظ هذا يترتب عليه حكم شرعي وإذا أحناث بالقسم يعني ما عمل تجب عليه الكفارة حسن وهي والله هذا هو قسم نعم والله لفظ الجلالة والله بالله أيضاً هذا الباء باء قسم يسمونا وأت الله بالتاء أيضاً تاء القسم هذه الثلاثة ألفاظ إذا صار قسم بهذه الألفاظ الثلاثة بالله أو والله أو تالله أنه ما راح أبيع هذا الشيء أباع شين راح يترتب عليه راح يترتب عليه كفارة لأنه أحنث بالقسم أحسنتم يعني ما عمل وفق القسم مالته جايق هزين كفارة القسم ما هي كثير من الناس يستعجلون ومثل قضية التكليف وعلائم التكليف رأساً نروح للعمر لكن هي العلامتين الأولية لازم تظهر حسنتم إذا ما ظهرت هذه ساعة نروح للعمر بالتكليف كذلك في قضية كفارة القسم كفارة القسم ثلاثة أشياء طبعاً هي أربعة بس الأول مفقود على الآن بزماننا هذا نعم سالبة بانتفاء الموضوع وهو عتق رقبة حسنتم عتق رقبة يعني مملوك وتعتقه هذا ما موجود بزماننا صحيح فيبقى فيبقى شنو أطعام عشرة مساكين كفارة القسم حسن أطعام عشرة مساكين يعني أقل شيء أنا أعطيهم بمقدار سبعمية وخمسين أغرام أعطيهم طعام بحيث يشبعون بي عشرة مساكين أطعامهم أو كسوتهم اشتروا لهم ملابس كسوة هذه العشرة مساكين نعم إذا ما استطع أن يؤدي واحد من هذن الثنين هو مخير بهذن إما الإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ما استطع ما عنده قدرة يروح للأمر الثالث اللي هو صيام ثلاثة أيام بالبداية ذنينش الأوجب أحسنتم لك أن الثنين مخير بالثالث يصيحن مرتب الكفارة بالقسم مخيرة ومرتبة مخير بين الأول والثاني الإطعام أو الكسوة مخير بيهن أي وحدة من عين يختار أما الثالث إذا ما استطاع على الأوليين أن يؤديهما يأتي بالثالث وصيام ثلاثة أيام هذه كفارة القسم بارك الله بلكم قد يتسائل بعض المشاهدين أنه إحنا عدنا مذهب للبيت عليه وسلام عدنا نقسم بأبو الفضل العباس سلام الله عليه لمكانته وليقدرة اللي جنابك تعرفه أحسن من عندي سبيل الله الله يفض ما كفارة على القسم بأبو فاضل العباس ولكن الثمن غالي أغلى من الكفارة أبو فاضل وما أدرك ما يفضل العباس الله سبحانه وتعالى يقسم بالشمس بالقمر بالحاصر وإلى آخره نعم في شتى السور الواردة بأن هذه مخلوقات سخرها الله سبحانه وتعالى لعباده جميل ولكن هذه فيه إشارة يعني بها معنى آخر فكيف إذا كان ولي من أوليائه لهذه الأمور كلها الشمس والقمر وإلى آخره والتين والزيتون هذه مسخرة للإنسان العادي الله سبحانه وتعالى فكيف بولي من أوليائه إذا نقسم بأب الفضل العباس أو بالحسين بأمير المؤمنين أو إلى آخره هذا من باب تعظيم شئ ومكانة ذلك الشخص جميل الله سبحانه وتعالى يعظم مخلوقاته فكيف بأوليائه الله سبحانه وتعالى يقسم قسم بالنبي صلى الله عليه وآله وَلَوَلَا عَمْرُكَ يقل وَحَقْ عُمْرَكَ وَدَاعْتَكَ على قولتنا نحن بالعام مية يعني نعم إذا وداعتك يعني يعني يريد أن يبين مقام النبي صلى الله عليه وآله فإذا الله سبحانه وتعالى يقسم بالنبي كنموذج وأفضل نموذج هو الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه الله صلى الله عليه وآله فأنا عندما أقسم بأحد الأولياء تأسيا بالله عز وجل أحسنتم مو شرك هذا ولا أي إشكال به ولكن أبين عظمة ذلك الشخص جميل أبين مقام ذلك الشخص بحيث أنه عندما أقسم به أبين أنه أنا هل قد عندي هذا منزلت عالية بحيث ما أخالف ما قسمت به أحسنتم سيدنا طيب الله مبارك الله فيكم وصلنا إلى نهاية الحلقة إن شاء الله نلتقيكم بعد شهر رمضان بإذن الله وكل عام أنتم بخير سيدنا الله يعفظكم الله يسلمكم إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصيام شهر رمضان اللهم أمين وأن يوفقنا لتلاوة كتابه وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الصائمين الواقعين إن شاء الله اللهم أمين يا رب العالمين سماحة سيد منافع جزائري شكرا جزيلا لكم الله يسلم نعم أحبائي المشاهدين المشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية مثل ما ذكرنا إنه إن شاء الله راح تكون انقطاع عندنا في شهر رمضان المبارك وراح نرجع في خدمتكم بعد شهر رمضان المبارك ختاما تقبل تحياتي نحسين الأمير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة موسيق cellphone المسيق موسيق اشتركوا في القناة